اشتركوا في القناة الموسى تتماشى مع الاهداف المنصوص عليها في ميثاق المستقبل المعروض على القمة للمناقشة قال ان عالمنا اليوم يواجه بالفعل تحديات جسيمة ومترابطة تتطلب مننا اعادة توجيه طاقاتنا بسرعة وتجديد التزامنا كمجتمع دولي بالعمل سويا بفعالية للتصدي لأسبابها الجذرية مشيرا الى ان هذا الامر يتجاوز مجرد معالجة التهديدات الفورية للسلام والامن والازدهار والتنمية بل يستدعي من النظر بعين الاعتبار الى الاسباب الجوهرية التي تشمل تحقيق تنمية منصفة ومستدامة وضمان وصول اوزع للدول الى العلوم والتكنولوجيا وتثقيف وتمكين الشباب والتعاون الفعال لانهاء او منع النزاعات ودعم مبادئ القانون الدولي اضاف ان مملكة البحرين ملتزمة تماما بهذه الاهداف مستندة الى قيمها ومبادئها الراسخة ومتماشية مع رؤية جلالة الملك المعظم مؤكدا بان مملكة البحرين بقيادة جلالته بذلت جهودا حثيثة لضمان خروج القمة العربية التي استضافتها المملكة في مايو الماضي بقرارات ونتائج مثمرة وبناء قال ان القمة العربية في دورتي الثالثة والثلاثين قمة البحرين اظهرت الاجماع العربي على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال حل الدولتين ويقامت دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة وتمنت القمة مبادرة البحرين بعقد واستضافة المملكة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط يؤدي الى تهيق ذلك والعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الامم المتحدة اضاف ان القمة اظهرت ايضا التزام الدول العربية بموجهة التحديات الانسانية والتنموية الاوسع التي تواجه عالمنا حيث تضملت مبادرات تهدف الى توسيع نطاق الوصول الى الرعاية الصحية والتعليم للمتضررين من النزاعات في المنطقة بالتعاون مع الوكالات المعنية في الامم المتحدة وتطوير التعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز ازدهار جميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر